يمكن لهذه الفئران ذات الحجم العملاق أن تساعد فرق الإنقاذ والكشف عن الألغام في تنزانيا وقامت شركة تكنولوجية مقرها بلجيكا بتدريب الفئران العملاقة والكلاب على اكتشاف الألغام الأرضية بالإضافة إلى الكشف عن تفشي مرض السل ونظراً لحجمها وخفة حركتها يمكن أن تكون الفئران أيضاً أداة قيمة لجهود البحث والإنقاذ الفئران قابل للتدريب تماماً مثل الكلاب ولديها حسة شم رائعة ونأمل أن تكون مفيدة في هذا السيناريو بطل جسمها الصغير وخفة حركتها ومع ذلك فإن الفئران هنا ليست القوارض المعتادة التي يربطها معظم الناس بالقمامة والأمراض هذه هي الجرذان الأفريقية العملاقة والتي يمكن أن يصل وزنها إلى حوالي 1500 جرام ما يعني أنه يمكن تدريبها مثل الكلاب كما أن لها أيضاً عمر أطول من الفئران الأخرى يمكن للفئران أن تعيش ما يصل إلى ثماني إلى عشر سنوات ما يعني أنه حتى بعد تدريب الذي قد يستقرق تسعة أشهر إلى عام لا يزال أمامها مهنة عمل طويلة جداً بدأ تدريب فئران الإنقاذ في أغسطس من العام الماضي في مركز التدريب على تحديد موقع البشر في منطقة كورث وهمية مثل ما حدث بعد الزلزال وسيتم تجهيزها في النهاية بحقيبة ظهر مزودة بتقنية لتمكين الاتصالات اللاسلكية الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي من داخل موقع الحطام كما يتم تدريبهم على سحب مفتاح صغير حول أعناقهم عند تحديد مكان الضحية ترجمة نانسي قنقر